اشتركوا في القناة في مادة حيوانات اللبن في الفصل الدراسي التاني اول درس عندنا اسمه الرعاية التناسلية لحيوانات المزرعة الدرس التاني انتاج اللبن الصحي النظيف الدرس التالي هنتكلم على طرق الحلب سواء كان حلب يدوي او حلب آلي ثم هنتحدث عن الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية لحيوانات المزرعة اللي هي موجودة عندي فاول ما هنبدأ ان شاء الله النهاردة هنبدأ بدرس جديد وهو عبارة عن الرعاية التناسلية لحيوانات المزرعة طبعا انت في الصف الاول درست يعني ايه دورة الحياة التناسلية لحيوانات المزرعة ان شاء الله النهاردة هنحاول نتذكر بع بعضنا عشان نقدر نخش ونواصل عشان نوصل في النهاية الى انتاج لبن صحي نظيف لحيوانات المزرعة اللي هي موجودة عندك او اللي انت بتربيها في داخل المزرعة فاول حاجة عندي في دورة الحياة التناسلية انا عندي البلوغ الجنسي ثم النطج الجنسي ثم الشبك ثم التلقيح والاخصاب ثم الحمل واخيرا الولادة دي كلها دورة الحياة التناسلية بالنسبة لحيوانات المزرعة يعني ايه دورة الحياة التناسلية يعني يتمر بجميع المراحل من اول حيوان ما يحصل له عملية ولادة الى ان يتم هذا الحيوان انه يلد فرد جديد او زكر جديد او قلسة جديد او نسل جديد داخل المزرعة ففي حاجة عندي اسمها الكفاءة التناسلية لحيوانات المزرعة يعني ايه كفاءة تناسلية لحيوانات المزرعة كفاءة التناسلية لحيوانات المزرعة ان هي قدرة الحيوانات سواء كانت ذكور واناس على اعطاء نسل حي هذا النسل يكون بصورة منتظمة يعني ايه بصورة منتظمة يعني على مدار الحياة الانتاجية بالنسبة لحيوان المزرعة بس لكن لا يمكن الوصول الى انتاج نسل سليم الا بعد ما يصل الزكر والانسة الى سن معين والى حالة جسمانية سليمة كذلك انخفاض الكفاءة التنسلية بيترتب عليه ايه في داخل القطيع عندي بيترتب عليه التناقص العددي للسليلات بمعنى ايه اما لو انا عندي مثلا لافترض ان انا عندي مثلا في البيت حوالي خمس ستة افراد موجودين الافراد دي اتزوجتهم كلهم مع بعضيهم او اتزوجتهم من خارج المنزل او من خارج القطيع او من خارج المزرعة عندي كل دي تعبيرات عشان اقدر اوصل لك بص المعلومة تلات افراد منهم حصل لهم عملية انتظام وولادة ونسل اعطاء نسل جديد واثنين افراد لم يحدث لهم اعطاء نسل جديد فبالتالي بتقل عدد السليلات اللي هي موجودة داخل القطيع عندي يبقى اذا القدرة او الكفاءة التماسلية هي قدرة الحيوانات على اعطاء نسل جديد بصورة منتظمة البيت اللي هو ما فيهش نسل جديد هيبدأ ان هو ينقرد مدى الحياة لكن طول ما فيه اكسار وتلقيح واخصاب وحمل وولادة يبقى فيه عندي نسل داخل المزرعة اللي هي موجودة عندي طيب عندي ايه تاني؟ كلما كانت او كلما زادت عدد مرات التلقيحات اللازمة لاجراء عملية الاخصاب كلما طالت الفترة بين ولدتين مما يؤدي ذلك الى كلة عدد ولادات خلال الحياة الانتاجية معنى ايه الجملتين دون؟ لو انا مثلا فيه عندي فرد داخل المزرعة هذا الفرد هيقعد مثلا معايا حوالي خمس ست سنين او عشر سنين يعني المرحلة العمرية اللي هو هيعيش فيه هذا الحيوان او هذا الفرد اللي هو موجود حيالة كم مرة فيه هذه الفترة يعني هو مثلا هيقعد عندي عشر سنين هيديني سبع ولدات هيديني ستة ولدات هيديني خمس ولدات معنى ذلك كلما زادت عدد مرات التلقيحات اللازمة لعملية الاخصاب يعني لو طالت عملية الفترة بين الولادة والاخصاب لو طالت بتأثر على اطالة موسم الحلب وفي نفس الوقت بتقل الكفاءة التناسلية لهذا الحيوان او عدد مرات الولادة بالنسبة لهذا الحيوان وانخفاض المحصول الكلي من الحليب وحدوث خسائل اقتصادية كبيرة في مزارع الابقار هذه الابقار كفائتها الوراثية لو قلت بيرجع الى ذلك الى سوء حياة اقتصادية داخل المزرعة انا برب الحيوان ليه انا برب الحيوان عشان اخب منه يوميا اخب منه اللي هو النسل الجديد او ان انا بحصل منه من اللبن لو انا مفيش عندي نسل جديد جاي يبقى اذا مفيش عندي محصول عالي من انتاج اللبن او محصول لهذا الحيوان حيوان هيبدأ ان هو يلد بعد ما يلد هيقدر يخش في عملية الرضاعة بعد عملية الرضاعة يخش في عملية التلقيح والاخصاب والحمل بعد عملية الحمل خلاص اللبن بدأ يجف لو الحيوان في اللحظة دي ما مقدرش ان هو يحصل له عملية تلقيح واخصاب عشان استعداد لفرض جديد يبقى اذا الحيوان كفاءة الوراثية هتقل كمته الانتاجية هتقل مفيش عدد ولادات عندي في داخل القطير اه اول حاجة عندي البلوغ الجنسي في دورة الحياة التناسلية البلوغ الجنسي يعني ايه البلوغ الجنسي هو قدرة الحيوان على اعطاء اه او على تكوين الاعضاء التناسلية هذه العضاء التناسلية غير قادرة على عملية الاخصاب والحمل على غير قادرة على اخصاب الحمل ازاي ان الزكر ما يقدرش ينتجر الحيوانات المنوية التناسلية الزكرية وكذلك الانسة لا تستطيع ان تنتج البيضات بالنسبة للانسة انت فيه لسه في مرحلة بلوغ عضاء التلاثلية موجودة بس غير قادرة على إجراء عملية الإخصاب والحامل لو خدنا على سبيل المثال مثلا الجاموس بلاقي إن الزكور البلوغ الجنسي بيكون من 9 إلى 12 شهر في وزن حوالي 175 كيلو جرام لكن زكور الأبكار المصرية بلاقي في عمر 9 شهور بلاقي حوالي 150 كيلو جرام يبقى متوسط الوزن هنا في الأبكار المصرية بيكون في مرحلة البلوغ الجنسي عند 150 كيلو جرام أما بالنسبة للجاموس 175 كيلو جرام في اللحظة دية الحيوان ما يقدرش إن هو يستطيع أن ينتج نسل جديد هو الأعضاء التلاثلية موجودة سواء كانت الزكرة أو الأنسة بس غير قادر على إخصاب البوايدة اللي هي موجودة أو إن هو إعطاء حيوانات منوية بصورة جيدة يكون هذا الحيوان قادر على عملة التلقيح والإخصاب لكن هنا التلقيح والإخصاب إيه هو التلقيح طبعا العرفيني التلقيح بالنسبة سواء كان تلقيح طبيعي أو إن هو تلقيح صناعي التلقيح اللي هو فيه عند مجموعة من الملاحظات فالتلقيح بيختلف عن الإخصاب ممكن تلقح بس لا يحدث لهذا الحيوان عملية إخصاب يبقى فيه فرق بين التلقيح والإخصاب الإخصاب طبعا تعرفوا استاذنا طبعا وانتفاهم من سنة أولى اللي هو اندماج الحيوان المنوي مع قلب ويضة لكن عملية التلقيح هو وسب الزكرة على الأنسة ولكن في بعض الملاحظات هنا بيظهر أول شياع يعني أول شبك بالنسبة للماشية بعد 30 إلى 72 يوم من عملية الولادة كذلك الأبكار بتلقح بعد 60 يوم من الولادة يعني في الدورة الثانية لعملية الدورات اللي هي بتيجي بالنسبة للحيوان بعد إجراء عملية الولادة بمعنى إيه؟ أنا مثلا عمد الحيوان النهاردة في يوم واحد واحد أو واحد تلاتة أحدث له عملية إن البوايدة أولادة بعد 30 يوم أو بعد 40 يوم أو بعد الدورة التانية يعني الدورة التالية كل قدية تبعا من تعلم في الكرار ده من سنة أولى بعد 21 يوم إلى 28 يوم بالنسبة للحيوان ما لقحش في الدورة الأولانية ولا لقح في الدورة التانية ألقح في هذا الحيوان في الدورة التالتة ليه؟ عشان خاطر أن فيه الأعضاء التنسلية غير مستقرة بالنسبة لهذا الحيوان من عملية الولادة السابقة إن هو بيحدث له إن الرحم بيحدث له إفرازات بينضى في عملية تنظيف ويبدأ إن هو يستعد ليه تلقي بوايدة جديدة عشان خاطر إن هو يعطي النسل فيما بعد يبقى أنا بلقح هنا في اللحظة دي بعد 60 يوم اللي هو أفضل موسم أو أفضل معاد لعملية التلقيح بعد الولادة بعد 60 يوم يعني بعد الدورة التالتة أو التالتة ليه عملية الولادة يتم فحص السائل المخاطئ أثناء مدة الشبك يعني إيه؟ يعني إيه اللفظ اللي بقول مدة الشبك وحدوص الشبك الشبك هو ما إحنا عارفين إنه هو حالة الرغبة الجنسية عند الأنس طيب تمام لكن الدورة بتاعت الشبك هي الفترة بين الشبك الأولاني مع الشبك التاني بتكون غالبا حوالي 21 إلى 28 يوم دي دورة الشبك لكن مدة الشبك هنا عندنا بتكون من أربعة إلى ست ساعات وده أفضل معاد يتم فيه إخصاب البويضة بيكون البويضة نزلت من مكان البويضة ما هي موجود إلى الرحم ويبدأ يستقر بعد أربع ساعات في الفترة دي أو في اللحظة دي بيظهر على الأنسى علامات شبك إيه هي علامات الشبك بالنسبة على الأنسى؟ طبعا لو هي كب تحلب امتماع عن الأكل امتماع عن الحلب كبر وانتفاخ فتحة الحية ارتفاع درجة حرارة الحيوان ممكن الحيوان ياسب على غيره من الحيوانات دي كلها علامات خارجية بتظهر لك إن الحيوان ده في مرحلة الشبك معنى ذلك إن البويضة بدأت إنها تفرز من في داخل الرحم طيب لو الحيوان في اللحظة دي حصل لها علامات ظهرية بالنسبة لعامات الشبك إمتى ألقح؟ تمام بروفع عليك بعد 4 إلى 6 ساعات تبرا لو انا لقحت بعد 4 إلى 6 ساعات ممكن أرقح تاني يوم في الصباح الباكر يعني الفترض إنه لقحت بالليل يبقى أرقح تاني يوم في الصباح الباكر أو العكس لقحت الصبح يبقى بأخر النهار يعمل عملية تلقيح للحيوان أنا مبقولش إضاء إخصاب إخصاب إمتى؟ أعرف إن الحيوان إن هو حاطر حتى دسلوة عملية الحمل يبقى في اللحظة دي يسمعه إخصاب يعني اندماج الحيوان المنوي مع البويضة بلاقي ان طول او مدة الشبك بفيق ناس حانوات المزرعة بلاقيها في الجموس من 12 الى 36 ساعة يعني متوسط 24 ساعة بس افضل معاد انه ملقح فيه البويضة في اللحظة دي بيكون بعد 6 ساعات من ظهور علامات الشبك بس هو بيديك الرينج بيقولك من 24 الى 6 او من 12 الى 36 ساعة لكن افضل معاد للتلقيح في هذه اللحظة بيكون بعد 6 ساعات من ظهور تمام برافع عليك من ظهور علامات الشبك ده بالنسبة للجموس لكن الدورة الشبك وهي مقتلك وتلك في البداية من 21 الى 28 يوم طيب بالنسبة لاناس الابقار دورة الشبك او دورة الشياع بالنسبة لاناس الابقار بتكون من 6 الى 30 ساعة يعني متوسط 18 ساعة في اليوم ساعات في بعض الفلاحين بيعمل ايه او بعض المربين بيعمل ايه هو شطر شوية بعد بيتم عملية التلقيح بالنسبة للانسة بيضع قليل من الماء على جسم الحيوان عشان احنا قلنا من ضمن علامات الشبك انه ارتفاع درجة حالة الحيوان عشان يحدث له عملية اندماج اخصاب للحيوان المنوي اللي هو دخل عشان يكون بتلقيح البويضة اللي هي موجودة في داخل الرحم فبيمر هذا الحيوان طب السائل المنوي بيفضل قد ايه في داخل الرحم بيفضل حوالي 6 ساعات في داخل الرحم الانسة الى انتاءة البويضة لو البويضة ساعتك موجود في رحم الانسة يحدث لها عملية اخصاب لكن انا لو لقحت قبل ما عاد او قبل ما يظهر او في بداية عملية الشبك بتقل عدد ثمرات الاخصاب بالنسبة لهذا الحيوان لكن التلقيح المناسب احنا دايما بنركز بالنقطة دي التلقيح المناسب بعد 6 ساعات من ظهور علامات الشبك على الحيوان لكن اناس الاغنام والمعز من ساعات الى 5 تيام لكن في ملحوظة هنا بالنسبة لاناس المعز ايه هي الملحوظة بالنسبة لاناس المعز ممكن بعد الولادة يحدث عملية شبك يعني شياع لهذه الانسة بعد 8 ساعات مباشرة ليه؟ لان انسة المعز الرحم بتاعها مستعد جدا كبير او متسع او ان هو بينشط بسرعة عن رحم الاناس الابقار او رحم الاناس الجموس او الاناس الاغنام في حاجة عندي تاني؟ اه في عندي حاجة تاني ايه هي انتاج اللبن الصحي بقى احنا تكلمنا على دورة الحياة التنسلية الحمل والاخصاب والبلوغ والاخيره لكن في نقطة هنا هننتكلم عليها اللي هي مدة الحمل بالنسبة للابقار او مدة الحمل بالنسبة للجموس مدة الحمل بالنسبة للابقار بتتروح من تسعة الى تسعة ونص طيب واحد هيقول لي عن ايه بتتروح من تسعة الى تسعة ونص ممكن بعض الحاولات تولد على تسعة شهور وسبع تيام او تسعة شهور وعشر تيام بس لا تتعدى تسعة شهور ونص يبقى مدة الحمل في الابقار من تسعة الى تسعة ونص اما مدة الحمل بالنسبة للجموس من عشر شهور الى عشر شهور ونص فهو هنا بتروح بيديك رنج. ممكن عشر شهور وعشر ايام. عشر شهور واتناشر يوم. عشر شهور وخمستاشر يوم. دي اقصى اقصى اه مدة حاملة بالنسبة للجمهور. طب اه الزيادة الاخرانية دية اللي هي عشر شهور مسلا وخمستاشر يوم. ليه بتوضيش عشر شهور? كل ما بيزيد عدد مواسم الولادة او الحيوان بيكبر. الجنين في داخل الرحم بيزيد وبيفضل يستقر في قلب داخل الرحم. وبيتأخر شوية بيصل الى عشر شهور ونص. كذلك الابكار بيتأخر الى تسعة شهور ونص. كل ما بيزيد. مرات الولادة بالنسبة للحيوان. كل ما بيتأخر شوية نموه الجنين داخل الرحم بتاع الانسة. بس لكن اللي يتروح في هذه الفترة زي بوطي لك من تسعة تسعة ونص الابكار. ومن عشرة الى عشرة ونص بالنسبة للجمهور. انا عشان انتج لبن صحي اه تمام. او لبن صحي جيد. كلنا طبعا بنستخدم اللبن موجود عندنا في البيوت في قلب التلاجات في المصانع في الشركات. اه كلنا بنتداول الالبان الى اخيره. يبقى الالبان دي في اللحظة دي. واللبن ده بيجي منه? يبقى اذا اللبن ده بيجي من الحيوان. طب لو الحيوان كان غير نظيف. لو الحيوان كان مصاب بالامرات. لو الحيوان كان معضي. لو الحلاب الخطوة التانية. لو الحلاب اللي هو هيكون بعملية الحلب سواء كان حلب يدوي او حلب قالي. هذا الشخص او هذا اللي هو المربي بيكون اه عنده الامراض اللي حنا بقولنا عليه دي كلها. يبقى هيؤدي الى انتقال الامراض الى اللبن. طيب فيه خطوة تانية بين اللي اتنين. بين الحيوان وبين الحلاب. اللي هي ايه? تمام برفع عليك. اللي هي الادوات. لو انا جيت الحلاب تمام نظيف. شخصية نظيفة. اه خالي من الامراض. خالي من الميكروبات. خالي من كل الامراض اللي هي موجودة كلها. تمام. اذا للحيوان هنا برضو خالي من كل الحاجات دي كلها. لكن فيه وسيلة تانية ممكن تسبب لي في انتقال الامراض. عشان كده انا بتكلم بقول انتاج اللبن صحي نظيف داخل المزرعة. فانتاج اللبن نظيف داخل المزرعة بيمر بالحيوان. طبعا نظفة الحيوان. سواء كان الحيوان نظافة داخلية. يعني خالي من الامراض الى اخره. او الضرعة غير ملتاب. او الضرعة غير متحجر. او الضرعة غير مصاب اي امراض. سواء كان امراض اللي هي فيروسية او امراض بكتيرية. ثم بينتقل الى نقطة تانية وهي الحلاب. طيب بعد الحلاب ايه عند معايا? عند الادوات. يبقى دول التلات جهات او التلات اشخاص او التلات مكونات اللي هم بيشتركوا معايا عشان احصل على لبن نظيف. نظفة الحيوان. نظفة الحلاب. نظفة الادوات. تلات حاجات. لكن فيه حاجة تانية بالنسبة للحيوان. مكان الحلب. يعني ايه مكان الحلب? لو الحيوان عند نظيف. ومكان الحلب غير نظيف. يبقى انا ما عملتش حاجة عشان احصل على لبن صحي نظيف. يبقى لازم اطهر من ضمن الحيوان. طهارة خارجية اللي هي عملية التطمير والتنظيف وغسيل الدرع بفوتها مبللة. ثم فوتها بجففه. ثم بعد عملية الحلب ان انا بقضع سائل على الدرع عشان ما ينتقلش الامراض الا الدرع فيه بعد عملية الحلب. كل الحاجات ده كلها لازم اوفرها. طب وفرت الكلام ده كله. يبقى ازا لازم اوفر مكان الحل. يبقى منذكر مع بعض ان تلات حاجات دول مشتركين جدا مهمين جدا. الحلب. الحيوان. الادوات اللي انا هحلف فيها اللبن بالنسبة لانتاج اللبن. تركيب الضرع. اول حاجة عندي في الحيوان تركيب الضرع. هنشوف تركيب الضرع عبارة عن ايه? فيه تركيب خارجي لضرع الحيوان. على فكرة ضرع الحيوان هو الضرع يعتبر اكبر غدة بالنسبة في الغدد الموجودة عند الحيوان. فالتركيب الخارجي للضرع بتاع الحيوان دي اول هنكلم فيها. ثم التركيب الداخلي للضرع والحلمة ذات نفسيها. لان هو الضرع طبعا مخزن اللبن اللي هو موجود بالنسبة للحيوان. الدرع طبعا بيتكون من ايه? بيتكون ضرع الحيوانات من اربع غدد لبنية منفصلة عن بعضها البعض. يعني ايه? زي مثلا انت عندك اصابع ايدك. اصابع ايدك معاك انت عندك خمسة. لكن الضرع انا بقول اربعة. طيب هل فيه صباع بيأثر على التاني? او صباع بياخد من التاني? صباع بياخد من التاني دم? خلا بلك في الالفص دي انا بحاول ان تأتك معاك. عشان خطر في حاجات حنتترك لها فيما بعد. يبقى الاربع حلمات اللي هون موجودين في داخل الضرع. كل حلمة او كل ربع من الاربع. الضرع منفصل تماما عن بقية الاربع الاخرى. بحيث لو هذا الربع حصل له عملية شلل او عملية ان هو فيه امراض بكتيرية داخلت له التهاب جزئي او التهاب كامل بالنسبة للحلمة. لا يؤثر على باقي افراد الحلمات اللي هم الاخرى اللي هم موجودين بالنسبة للحيوان. فالضرع الحيوان بتكون من اربع غدد منفصلة عن بعضها. كل غدد منفصلة عن عن الاخرى. بيقسم الضرع خارجيا الى نصفين. نصف ايمن ونصف ايسر بواسطة انخفاض. يعني فيه تجويف في داخل ضرع الحيوان الخارجية من الخارج. هذا التجويف بيكون واضح ما تيجي ساعتك تشوفه بالاين. بينما بيقسم من الداخل انكسام غير ظاهر الى نصفين. احدهما نصف ايسر او نصف امامي ونصف خالفي بالنسبة للحيوان. لو انا جيت حدست عن مراحل تطور الضرع. الدرع ده جه ازاي? او اتكون ازاي بالنسبة للحيوان? الحيوان طبعا انت عندك لسه صغير في محالة بلوغ جنسي او في محالة دودج جنسي. وحدث له عملية حمل واخصاب. يبقى ازا بعد كذلك بيتكون الضرع. هم اللي اربع حالات موجودية. بس الهيكل الخارجي بتاع الضرع لسه ما اكتمالش. فبينمو درع الحيوان مع نمو جسم هذا الحيوان. ولكن بينمو بدرجات مختلفة منذ ولاداته حتى عملية البلوغ الجنسي. اللي هو احنا قلنا البلوغ الجنسي. حيث بيزداد في هذه الفترة كمية الانسجة الرابطة والانسجة الدهنية. يعني ايه انسجة رابطة وانسجة دهنية? اما زي ما قلت لك انا معاك انت اربع اصابع في داخل ايدك. الاربع اصابع دول بيتحركوا ازاي? ما هو بيتحركوا عن طريق الجهاز العاصب اللي هو الموجودين. الاربع اصابع اللي موجودين في ايدك مشتركين في كفة اليد. كزلك هذا الضرع. الاربع حلمات كلهم. متصلين مع بعضيهم في النهاية بضرع الحيوان. متصلين بالاوردة اللابنية اللي هي موجودة. اللي هي عندخ اللب من القلب الى الوريد الاوف الو يو هو الوريد اللي هو موجود اسفل درع الحيوان. الهو الوريد اللبني عشان يقدر يكوني او يفرز لي إنتاج اللبن في داخل هذا الضرع تطور الضرع خلال دورات الشبك يعني ايه تطور الضرع خلال دورات الشبك حدث الحيوان عملية بلوغ جنسي ثم عملية نتج الجنسي انا بركح الحيوان عند اكتمال عملية النتج الجنسي وبيحدث تطور للضرع مع دورات الشبك بسبب هرمونات بتفرز من الغدة النخامية بالنسبة لجسم الحيوان يعني ايه بيفرز ايه بيفرز هرمون الاستروجين وهرمون البلوغستيرول إضافة إلى هربون البورولكتين هذا الهربون بيفرز من الفص الأمامي للغدة النقامية اللي هو هربون النمو لذلك بتزداد تفرعات الضرع وتفرعات الأوريدة اللي موجودة أو الحوصلات اللبنية اللي هي موجودة داخل الضرع مع تطور عملية دورات الشبك بالنسبة لهذا الحيوان ومع عملية الأكل والرياضة بالنسبة لهذا الحيوان هذه البراعم اللي هي موجودة بالنسبة للضرع بتتحوصل إلى حوصلات هذه الحوصلات بتتحوصل إلى بعد ذلك إلى فصوص اللي هي بتقدر تستخلص اللبن من الجسم الحيوان إن ربنا ربنا قال الكلام ده من بين فرس ودمن لبنا خالصا سائغا للشاربين يبقى إذن اللبن جاي من حتة جاي من الدم اللي هو موجود النهاردة غزيت الحيوان كويس أكلته كويس ريضته كويس خدت غزية عليكها كويسة إذا ما تحدثنا عنها في الفصل الدراسي الأول يبقى إذن الحيوان خدت جميع الفتمينات الغذائية أو المعادن والأملح المعدنية والكربائرات بتصب في داخل الدم ثم الدم بيستقلص كل هذه المكونات ويسبها إلى الدرع بقدرة الله سبحانه وتعالى في عندي أوردة بطنية الأوردة البطنية دي بتكون تحت الجلد في أسفل بطن الحيوان هذه الأوردة بتسمى أوردة لبنية تكون عند الحافة الأمامي من الدرع وتسير على طول الجدار البطني تحت الجلد مباشرة ثم بتختارك التجويف البطني بعدها بترتبط بالوريد الأجوى في الأمامي الذي يدخل إلى القلب بشفت الميكانيكية بتاع عملية الحلب وعملية الولاء عملية إنتاج الحيوان من اللبن أو إفراز الحيوان الحيوان بيجي إزاي أو اللبن بيجمع إزاي من داخل الدم اللي هو موجود عن طريق الوريد اللبن اللي هو الموجود في جسم الحيوان بيصب فيه ضرع الحيوان وهذا الوريد كل ما كان الوريد بالنسبة لهذا الحيوان ظاهر وبارز على الضرع وأسفل البطن كل ده من أثر أو من علامات نجاح أو إن الحيوان دوت أو بيدللي على إن الحيوان إن شاء الله نتيجته في النحية الإنتاجية من اللبن بتكون عالية في هذه اللحظة الأوريدة بيكون لها علاقة بشكل وصفة إنتاج اللبن كل ما كانت الأوريدة عالية وظهرة ووضحة بالنسبة لجسم الحيوان كل ما أدى إلى إنتاج عالي من اللبن زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة فيه عند سهم رقم واحد وسهم رقم رقم اتنين بيشير هذا السهمان إلى إيه؟ بيشير إلى الأوريدة اللي هي موجودة على شكل خارجي بتاع الضرع هذه الأوريدة متصلة مع بعضيها يعني تفرعها زي مثلا دراعك إنت موجود محلق معايا لو أنا نزلت عنده كل صباح من أصابع اليد بتلاقي كل صباح واصل له شريان أو واصل له وريد طبعا عشان يقدر يغزي الدم ويحرك الدم نفس الطريقة بالنسبة لهذا الحيوان فيه عند الوريد السهمي أو تلاتة واربعة بيشير إلى الحلامات المتنصقة ومنتظمة الشكل وتكون هذه الحلامات عمودية على الضرع بالنسبة للحيوان النصف الأمامي من ضرع الحيوان بيمثل حوالي أربعين في المية يعني إيه الكلام ده؟ لو أنا جيت عشان أقعد تحت الحيوان أو أحلب الحيوان أنا قدام الحيوان هو تحلب كمية نتاج اللبن؟ أرابعين في المية بالانتاج الحيوان من اللبن في النصف الأمامي من الضرع وستين في المية من إنتاج اللبن في النصف الخلفي من الضرع دي حكاية الاربعين في المية يعني ايه ربعين في المية وستين في المية يعني لو الحيوان مثلا نفترض ان هو يحليب لحوالي عشرة كيلو لبن يبقى عندي اربعة كيلو لبن في النصف الامامي وستة كيلو لبن في النصف الخلفي وبص تلاقي بعض الفلاحين اما يجي يختار حيواناته عنده او يخلها المزرعة بيبص على شكل الضرع ويبص على الاورادة اللابنينية الموجودة وبينزل للضرع من الخلف يقولك ان هذا الحيوان ان اللبن بتاع هذا الحيوان او انتاج اللبن من هذا الحيوان في النصف الخلفي من الحيوان يبقى هنا بالقول 40% من انتاج اللبن في النصف الامامي و60% من انتاج اللبن في النصف الخلفي للضرع كذلك ايضا ببص لاقي ان كل ربع زي ما شبهت له كنت لك معك اربع اصابع في اليد كل ربع يعني كل غدة يبقى اذا هنا الغدة الكبيرة اللي هي الضرع بتتقسم الى غدد الربع بيمثل غدة من اربع الضرع بصورة مستقلة تماما عن الاربع الاخرى او عن الغدد الاخرى لنفس الضرع وقد امكن الاستدلال على ذلك من اختلاف اللبن الماتك من كل غدة عن الغدد الاخرى لنفس الضرع زي ما اقترحنا منقول 40% في البداية في النصف الامامي و40% في النصف الخلفي طب نفترض ان في احد ارباع الضرع او احد غدد الضرع حدث له عملية اصابة او التهاب لهذا الربع لا يؤثر في انتاج اللبن على بقية الاربع الاخرى يبقى اذا كل ربع من هذين الاربع منفصل تماما لو حدث لكن ممكن يحدث امتى لو ان الربع ده عندي مصاب مصاب بمرض التهاب الضرع وانا طبعا جيت حلبت هذا الحيوان في البداية وحلبت للثلاثة التانيين بعد الربع الاولاني يبقى انا كده بن الأمراض من الربع الاولاني الى بقية الاربع الخلفية الاخرى او الاربع الثلاثة بالنسبة للضرع طبعا لو لقيت عندي ظاهرة لهذا الحيوان او حيوان مثلا فيه ربع من حيوانات الضرع شلل او مصاب او فيه اي تغيرات محمر من الخارج اعرف ان فيه التهاب ضرع الحيوان والتهاب الضرع الحيوان فيه عندي من التهاب جزئي وفيه التهاب كامل يعني شلل يعني اذن هذا الربع لا ينتج لبا على مدار الحياة الانتاجية لهذا الحيوان لو لقيت بقى في البداية ان هذا الحيوان مصاب بمرض التهاب الضرع احلب الثلاث ارباع اللي هم غير مصابين وخل الربع اللي هو الاخير اللي هو مصاب بمرض التهاب الضرع أحلبه إلى الخارج لوحده عشان ما نقلش بيت الأمراض وفي نفس الوقت بعمل عملية تغسيل أو غسل الضرع بمطهر اليود أو برمنجات متاسيوم عشان أقل الإصابة بمرض التهاب الضرع الغدد اللبنية لا تتأثر في حالة إصابة الضرع غده أخرى بنفس الضرع بالبرد أو بالإزالة يعني في حالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل ربع نحن عرفنا أن الضرع فيه أربع حلمات أو أربع غدد أو أربع تربع كل ربع بينتهي بحلمة الحلمة دي عبارة عن إيه؟ الحلمة دي هي مكان خروج اللبن من الضرع إلى الرضيع أو إلى الحليب يعني إيه إلى الرضيع أو إلى الحليب أنا عندي حدث حيوان حصل له عملية يبقى إذا الحيوان ده حيرضع يبقى إذا الطفل الموجود أو النتاج اللي موجود هيتجه تلقائي نحو بالفطرة إلى أحد أربع الضرع ويرضع اللبن اللي هو موجود من الحلمة اللي هي موجودة يبقى ديها عن طريق الرضيع أو إن أنا بعمل عملية الحلبي بالنسبة للحيوان طيب الحلمة دي هل لها أشكال مختلفة أو إنها بيكون شكلها مخروطي أو إلا بيكون شكلها استواني بيختلف شكل الحلمات في الماشية بين الشكل المخروطي والشكل الاستواني هذه الحلمات بتكون عادة أكثر ومعدل إنتاج اللبن منها بيكون أسرع من الحلمات الأمامية دي الحلمات اللي هي إيه؟ الخلفية لكن ساعات في بعض الأحيان أو كل الظروف بتلاقي إن الحلمات الخلفية بتكون أطول من الحلمات الأمامية بالنسبة للحيوان لو أنت جيت تحلب بتقعد متجهم بواجهك نحو الضرع فالحلمات الأمامية اللي هي أمامك أنت في البداية بتكون قصيرة أما الحلمات الخلفية بتكون أطول بالنسبة للحيوان ولكن في بعض الحيوانات بنلاحظ انتظام سواء كان في الشكل أو في الطول بالنسبة للأربع حلمات على ضرع الحيوانات والحلمة بتوجد فيها فتحة صغيرة جدا هذه الحلمة اللي هي فيها قناة اللي هي مكان نزول اللبن ده بالنسبة للماشية بصفة عامة لكن عند الجمال او عند الخيول بتكون فيها فتحتين الحلمة فيها فتحتين طب بالنسبة للانسان حلمة الانسة بالنسبة للانسان بيقرب من حوالي عشرين فتحة لهذه الحلمة الحلمة زي الصباع في داخل هذه الحلمة بالنسبة للماشية قناة هذه القناة اللي هي بتوصل اللبن من داخل تجويف الضرع إلى خارج تجويف الضرع لكن بالنسبة للإنسان الفتحة دي بتكون حوالي أكتر من عشرين سجب يعني أكتر من عشرين فتحة بالنسبة للإنسان بيسيط الصمام عضلي قوي على فتحة الحلمة الحلمة عشان خطر أما أجل خش أعمل عملية الحلب سواء كان حلب يدوي كباضي أو حلب نسالي أنا بقبض على الحلمة الحلمة بيلاقيها فيها ألياف عضلية بيسيطر الصمام عضلي قوي على فتحة الحلمة هذا الصمام بيؤدي إلى خروج الحليب من الضرع إلى خارج الضرع عن طريق طبعا فيه مجمع الحلمة اللي هو موجود في داخل الحلمة بيبطل هذا الحوض أو المجمع الحلمة عضلات دائرية حول مجمع الحلمة هذه العضلات بتكون مخبأ للبكتيريا عشان كده أنا بقول لساعدتك بقول لك بعد عملية الحلب مباشرة هذه الفتحة بتاعت الحلمة بتكون موجودة إلى مدة هقول لك من ثواني إلى دقيقة أقصى دقيقة يبقى في اللحظة دي بعد عملية الحلب سواء كان حلب يدوي أو حلب آلي لو صناعي إنما بغمس هذه الحلمات في كوب فيه بربنجمات متسجم أو مادة مطهرة أو يود عشان أقدر أتغلب على البكتيريا لأن طول ما الحلمة مفتوحة ممكن يخش الميكروباط داخل الحلمة وبيسبب لي إلى شلل الحلمات أو التهاب ضرع سواء كان التهاب جزئي أو التهاب كامل طبعا التهاب الكامل للضرع مع نزلك حدث تليف للضرع بإذن الضرع عمره ما هيجيب لبل أو عمره ما هينتج لبل خال لكن في البداية بعد عملية الحلب لازم أطهر الحلمات وفي نهاية عملية الحلب أيضا لازم أطهر الحلمات لأن الحلمات بيبقى مفتوحة من حوالي 40 ثانية إلى 60 ثانية بعد عملية الحلب تنتهي القناة الخطية من الأعلى بعضلة أو أثناء انسناء على شكل حلقة بيفصل عن حوض مجمع الغدة زي ما احنا شايفين في الشكل معنا أو في الصورة هنا كده معنا دي فتحة الحلمة ثم قد سمام الحلمة معنى ذلك إيه؟ أنا لو عندي الحلمة كده حلمة موجودة في هنا أسفل الحلمة موجودة تحت خالصة لفتحة الحلمة بين انتهاء الحلمة مع الضرع بيسمى يعني هنا فتحة الحلمة بين انتهاء الحلمة مع الضرع أو التساق الضرع بالحلمة بيوجد سمام الحلمة الفرق بين الاتنين بين سمام الحلمة وبينفتحة الحلمة اسمها مخزن الحلمة يبقى إذن اللبن بينتقل من الضرع أو من الربع إلى مجمع الحلمة ثم إلى خارج الحلمة عن طريق عملية الانكباض والانبساط للحلمات بتاع الضرع بالنسبة للحيوان أثناء خروج اللبن طيب الحلمات دي هل لها أنواع أو لها أشكال طبعا في حلمات طبيعية على جسم الحيوان والحلمات الطبيعية على جسم الحيوان بتكون أربعة بالنسبة للماشية أو بالنسبة للجموس المصري أربعة لكن بالنسبة للأغنام والمأس بتكون حلمتين طيب هذه الحلمات بتكون متساوية فيها الطول بتتصف الحلمات النموذجية بأنها ذاتها شكل إستواني والوضع بيكون عمودي على الضرع والمسافات بين هذه الحلمات بيكون متنسقة طيب فيه نوع تاني من الحلمات؟ أيضا فيه نوع تاني من الحلمات فيه حلمات زائدة بالنسبة على جسم الحيوان أو على جسم على شكل الضرع seen برا. ساعات في بعض الاحيان بتلاقي مثلا الانسة او الماشية بتلاقي بدل ما اربع حلمات بتلاقي خمس حلمات. هذه الحلمة الزائدة لا تنتج لبن اطلاقا. ليه? لانها اصلا ما حصلش لها عملية تطوير انقسامات الى خلف هذه الغدة عشان يبدأ ان هو ينتج لبن او يخلط هذه اللبن. في حلمات اثارية او في حلمات اثارية بتكون موجودة في الزكور او في اماكن مختلفة بالنسبة لجسم الحيوان. اشكال الحلمات على الضرع. زي ما احنا شايفين هوات معانا في الصورة. بنلاحظ ان الاربع حلمات موجودين. في عندك دي حلمات طبيعية. في حلمات زائدة بتلاقي في حلمة زائدة على جسم اه الضرع او على شكل الضرع. هذه الحلمة لا تنتج لبن على الاطلاق. ودي بنلاحظها كتيرا في الحيوانات. وده تبعا بيبقى يعني تركيبات ورصية ودي كدرة ورصية بالنسبة للحيوانات. طيب ايه المسؤول عن انتاج اللبن بقى? ايه اللي بيوصل اللبن من او الدم اللي هو من القلب عشان يطلع ويخلط الى انتاج لبن او افراز لبن في داخل الضرع. في حاجة عندي اسمها الوريد اللبني. بيظهر هذا الوريد اسفل بطن الحيوان وعاء دموي. هذا الوعاء بيسمى الوريد اللبني وهو وعاء دموي بيحمل الدم الخارج من الضرع الى الجسم. وسمي هذا الاسم الارتباط القوي بالحجم وعاء. وكمية اللبن الناتجة من الضرع. زي ما احنا شايفين مع بعض في الصورة. كلما كان عرق اللبن او الوريد اللبني اللي هو اسفل ضرع الحيوان كبير. كلما ادى الى اه اه اتاج عالي من اللبن. عشان كده في بعض الفلاحين بيعمل ايه هذا الفلاح? بيقبل عملية الولادة او اثناء عملية الولادة بيزيل الشعر اللي هو موجود على اسفل ضرع الحيوان عشان يهزب ويشكل ويجمل ويحسن اه اه درع الحيوان. وفي اللحظة ده بيقدر يهزب درع الحيوان بسعر عالي. لكن لا يستطيع او ما بيعملش عملية ان ازالة الشعر من فوق الوريد اللي هو اسفل البطل. لكن بيزيل الشعر اللي هو موجود على درع الحيوان عشان يقدر يهزب درع الحيوان ويزهر بشكل كويس. فشكل الدرع بالنسبة الحيوان. هل درع الحيوان كله شكل واحد? لا انا عندي اشكال مختلفة لدرع الحيوان. في عندي الضرع الممتد الشكل. في عندي ايضا الضرع او الشكل الكأسي بالنسبة للحيوان. في عندي ايضا الشكل القروي بالنسبة للضرع. في عندي ايضا الشكل الماعزي بالنسبة للحيوان. دي كلها الاشكال المختلفة اللي هي موجودة في ضرع الحيوان. في ضرع ممتد في ضرع على شكل كأسي. في ضرع شكل قروي. في شكل ماعزي بالنسبة لهذا الحيوان الدرع الممتد الشكل بيمتاز هذا الدرع بكبر الحجم وبيكون طويل ويكون متسع ممتد من أسفل البطن إلى ما يقرب إلى مكان السرة بالنسبة للحيوان عشان كيف يقوله الدرع الممتد الشكل بالنسبة للحيوان فيه عندي درع تاني فيه عندي شكل تاني من أشكال الدرع بالنسبة للحيوان فيه عندي الشكل الكأسي بصفات الدرع أنه متوسط في الطول والعرض وبيكون عمق جيد يميل قليلا الى الشكل القروي طول الضرع اكبر من عرضه بمقدار 10% في عندي شكل تاني الضرع الحوان في عندي شكل تاني الضرع الحوان في عندي الشكل القروي اربعة ضرع في الشكل القروي بتكون غير متساوية الضرع بيكون غير عامية الحجم صغير طول الضرع اكبر من عرضه بمقدار 5% لكن الدرع اللي هو كان ممتد الشكل بيكون عوالي 10% الحلمات في الشكل القروي بتكون متقاربة اما الشكل المعزي او الشكل البعد كده من شكل اشكال الدرع بتكون شكل معزي اربعة درع في هذا الشكل بيكون غير منتظمة الشكل صغيرة الحجم اشبه ما يمكن بدرع المعز معنى ذلك ايه؟ بتلاقي الحلمتين اللي هم الاخرانيين بتوع الدرع بتلاقيهم ممتدين الى الامام بيضغطوا على الحلمتين الاماميين بيديك الشكل اللي هو المطاول يبقى هنا شكل المعزي زي شكل الدرع بالنسبة ليه المعز الموجودة عندي لو انا دخلت في النقطة التانية هي تركيب الداخلي لضرع الحيوان احنا كده اخدنا شكل الضرع الخارجي بالنسبة للحيوان وشفنا وضع الحلامات على الضرع وشفنا اشكال الحلامات على الضرع تم تيجي تعالى نتعمك في داخل ضرع الحيوان ونشوف ايه المكنيكية اللي بيحدث لعملية اللبن اللبن ده بيجي ازاي بالنسبة لضرع الحيوان او بيعمل عملية افراز للبن بالنسبة لضرع الحيوان فعندي هنا نقطة تين وخلي بالك دايما منهم ودايما بيجوا في الامتحان بالسمرار اللي هي ايه افراز اللبن وعملية در اللبن عملية افراز اللبن تجميع اللبن داخل ضرع الحيوان عن طريق الوريد اللبني الاوريدة اللبنية اللي هي موجودة على الضرع ثم الوريد الخارجي اللي هو موجود اسفل بطن الحيوان دي عملية عصبية آآ لا يستطيع ان الحيوان يقدل ان هو يتحكم فيها. يعني ايه يقدر يتحكم فيها? انت النهاردة ساعتك كلت النهاردة وشربت النهاردة. هل انت تستطيع تقدر تقول للكليتين ما تفرزيش او تتحكم في افراز البول اللي هو موجود او اللي هو الناتج. عن تليل العملاء الفيسولوجية داخل الجسم الى الخارج برة? لا. لا لا تقدر تتحكم في افراز البول في داخل المسانة او داخل الكلتين اللي هم موجودين عندك. لكن الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تتحكم فيها اللي هي عملية در اللبن. يعني ايه در اللبن? خروج اللبن من داخل الدرع الى مجمع الحلمة الى ثم الى مخزن الحلمة ثم الى خارج الدرع بعملية الحلب سواء كان حلب يدوي او حلب آلي. فالتركيب الداخل لدرع الحيوان بينتهي كل ربع من اربعة درع بحلمة. عند مركز الكمة الحلمة يوجد انخفاض خفيف. عند هذا الانخفاض توجد فتحة الحلمة ويتصل بفتحة الحلمة مخزن الحلمة. وبيكون سعة مخزن الحلمة من تلاتين الى خمسة واربعين سنتيمتر. يعني كمية اللبن او كمية اللبن اللي موجودين في الحلمة حوالي تلاتين لخمسة واربعين سنتيمتر آآ لانتاج اللبن. دي في حالة عملية الادرار بالنسبة للبن. فتركيب الدرع بالنسبة لحوال. بينقسم تلكيب الدرع الى اربع اربع يتركب كل ربع من نسيج افرازي. كل ربع هنا خلي بالك. زي ما شبيت لك في البداية قلت لك عندك اربع اصابع. الاربع اصابع بتاع ساعتك زي الاربع حلمات بالزبط. كل ربع اعتبر غدة. كل غدة مستقلة عن الاخرى. هذه الغدة بتكون من ايه? او الحلمة دي بتكون من ايه? من نسيج افرازي. كنوات لبنية صغيرة مستدقة. يبقى جد في البداية قلت ايه? قلت وريد. الوريد بيتفرع منه الى اوردة موجودين الاربع والحلمة. ثم داخل كل ربع او كل ربع من حلمات من الاربع الضرع. بيتفرع شعيرات جوه في داخل الضرع. هذه الشعيرات هي اللي بتقدر انها اسمها النسيج الافرازي اللي بتجمع اللبن في داخل ربع الحيوان او داخل ضرع الحيوان. ثم كنوات لبنية كبيرة. ثم مخزن الحلمة. ثم صموم بيفصل مخزن الضرع عن مخزن الحلمة. اللي هو منطقة اتصال الحلمة مع الضرع. ثم مخزن الحلمة. ثم صموم في الاخر خالص بيغلق الخزان بتاع الحلمة اللي هي موجودة على ضرع الحيوان. طيب مكانيكية افراز اللبن. يعني ازاي اللبن بيتم افرازه في اه الضرع. اللبن بيتكون من الدم. تفقنا احنا قلنا ان اللبن بيتكون من الدم. بس عشان خطر انا انت واحد لتر او واحد كيلو من اللبن لازم يمر باكتر من اربعين لخمسين لتر من الدم في الوعية الدموية. يبقى انت شفت هنا بقى هو ساعتك ان الوريد اللبن اللي هو موجود اسفل البطن. كل ما كان الوريد البطني اللي هو الوريد اللبن البطني. اللي هو في التجويف اللي هو المهائي بتاع بتاع بطن الحيوان. كل ما كان متسع وكل ما كان واضح وبارز. كل ما ادى الى انتاج عالي من الحيوان من اللبن. وفي نفس الوقت عشان انت تقدر ساعتك تميز او تميز بين الحيوان اللي هو انتاج عالي من اللبن بالحيوان اللي هو منخفض انتاج من اللبن عن طريق الاوريدة اللي هي الزهرة بالنسبة لجسم الحيوان. فبيتم عملية افراز اللبن. الحيوان بيتغزى يتغزى الاكل بيتهضم يروح للقلب القلب بروح جاي بيدخخ الدم الدم بروح جاي دخخ الى الضرع الضرع يبدأ يتكون اللبن او بيدقي المكونات اللبن من الدم اللي هو موجود في جسم الحيوان عن طريق الشعارات الدموية اللي هي موجودة عن طريق فصوص موجودة فيه حيات في اللحظة دي لازم يكون ضرع الحيوان اسفنجي يعني معنى ذلك اسفنجي ايه انا انت لو انت جبت السفنجة وحطيتها في قطعة من الماء وخدت السفنجة وعصرتها وخرجت منها الماء السفنجة مش بترجع الى مكانها تاني كذلك نفس النظام الضرع يبقى من شروط الضرع الصحي الصحي الجيد او الحيوان النموذجي ان يكون ضرع هذا الحيوان اسفنجي لان قابل للامتلاء والتفريغ قابل للامتلاء والتفريغ زي السفنجة معاك بالزبط فبنقول احنا ضرع الحيوان لازم يكون اسفنجي الشكل انت وجهت مساكة ضرع الحيوان لقيت ضرع الحيوان متحجر معنا ذلك ان هو مش هينتج لك انتاج عالي من اللبن يبقى فيه عضلات كتيرة موجودة هزيه يبقى فيه سمنة بالنسبة للضرع ممكن اشكع طول تلقائي واقول ان هذا الحيوان مصاب باي نوع من انواع الابراض عشان كده بيديني شكل للضرع شكل كبير لكن انتاج عالي من اللبن او انتاج من خفض من اللبن بيبقى معدوم بالنسبة للحيوان لكن الضرع السليم بالنسبة للحيوان لازم يكون ضرع اسفنجي عشان يقدر يستوعب اكبر كمية من دم الحيوان ادرال اللبن يعني ايه ادرال اللبن يطلق تعبير در اللبن على حركة ايه بقى حركة انتقال اللبن من داخل تجويف الحويصالات اللبنية الى القنوات اللبنية الفرعية ثم الى اسفل الضرع عن طريق القنوات الاكبر في اللحظة دي بيتم عملية تفريغ الضرع تمام برفع عليك بعملية الحلب يبقى اذا هنا الدر الدر اللبن عبارة الخروج اللبن من داخل تجويف الحويصالات اللبنية الى داخل تجويف الحلمة الى خارج الضرع هزي العملية بتسمى عملية در اللبن انت ساعات داك تقدر تتحكم فيها يبقى ممكن تتحكم فيها ازاي ممكن تقول اننا النهاردة يعني بحل بالساعة سبعة لا هاخر شوية الساعة تمانية هاخر نص ساعة بس متأخر كمان نص ساعة او متأخر كمان ربع ساعة تبست تلاقي الحيوان الحيوان درع انتلى فالحيوان عايز يخرج اللبن اللي هو موجود يبقى عملية در اللبن عملية فيسولوجية اراضية يتحكم فيها هذا الحيوان لكن عملية افراز اللبن هي عملية فيسولوجية بتؤثر عليها هرمونات موجودة عندنا ازاي هرمون الهويدرينيل او هرمون الاكسوتيسون ده يتحكم افرازهم من الغدة النخمية اللي هي موجودة في جسم هذا الحيوان يؤثر علي عملية در اللبن كل من الجهاز العصبي والجهاز الهرموني بالنسبة لهذا الحيوان وبيسمى في النهاية التأثير العصبي الهرموني بالنسبة لهذا الحيوان فالتفسير العلمي بقى لعملية اضرار اللبن او نزول اللبن ايه اللي بيحصل هنا عندي بيبدأ عملية التأثير العصبي للحيوان يعني ايه التأثير العصبي للحيوان انا بخش على حيوان عشان خطر اقوم بعملية الحلب ساعة من الحيوان ممكن ساعة من الحيوان ما يشوف اللي هو المربي او يشوف القامعة على عملية الحلب يبدأ الحيوان يحدث له حاجة اسمها معاملات تحنين يبدأ الحيوان في هدوه انا هقدم عليقة يبقى دي من ضمن معاملات التحنين انا هسمعه صوت الجرادل يبقى من ضمن علمات التحنين انا همسح بفوتة مبللة او بفوتة جفة درع الحيوان يبقى دي كلها اسمها تأثيرات عصبية بيتوحي للحيوان ان هو هيقوم بعملية در للبن عن طريق عملية الحل هذه المعاملات كلها بيطلق عليها اسمها معاملات التحنين كل هذه المؤثرات ايه اللي بيحصل انا النهاردة دخلت على الحيوان معايا الجردل قدمت العليقة لابس لبس الحلاب مساحة الدرع كل دي كلها معاملات بتؤثر على اضرار اللبن هذه المعاملات كلها بيتم افراز ايه بيتم افراز هرمون الاكسوتوسن بالنسبة للحيوان وهرمون الاكسوتوسن هو ده المسؤول عن افراز او عن در اللبن الى خارج درع الحيوان انت قاعد في حالة الانتخاء في عندك هرمون الاكسوتوسن مفروض الغدة النخمية فارزيته ان عصبك مرتاحة عصبك هادية هادئ لكن انت لو انت عصبي يبقى فيه هرمون تاني بيتم افرازه بالنسبة لجسم هذا الفرق اللي هو هرمون اللي هو الادرناليد عشان كده ساعات في بعض الاحيان بيه اللي بيحصل ساعات مثلا ما تتخضي من اي موقف او من اي مؤسر خارجي يقوم يقولك ايه روح تبول شوية عشان خاطر تنزل اللي هو هرمون اللي هو الادرناليد اللي هو بيتم افرازه عطول بشارة في قلبه يبقى لو تم افراز هرمون اللي هو الادرناليد بيبنع افراز اللبن عشان تعيد تاني يبقى لازم يتم افراز هرمون الاكسوتوسن اللي هو مسؤول عن عملية در اللبن بيستغرق هذا الهرمون اللي هو الاكسوتوسن من حوالي 45 الى 60 ثانية بيستغرق ايه اما جا سمع الحيوان صوت الجردل اما جا اجيب فوتا مبللة او ان انا جيب اقدم عليه الحيوان او اجلس تحت الحيوان او عند اللمس الضرع الحيوان دي كلها بتفرز اشارات عصبية في داخل جسم الحيوان بتفرز هرمون الاكسوتوسن اللي هو من الغدة النخمية بيكون بعملية در للبن ووصول اللبن الى خارج درع الحيوان عندما يصل هذا الهرمون الى الضرع فانه يعمل على عملية انكباض الخلايا العضلية المحيطة بالحيوانات اللبنية مما بيدفع الدم الى خارج بيدفع اللبن الى خارج القنوات اللبنية ثم الى خارج الدرع بالنسبة للحيوان لكن لو حصل ازعاج لهذا الحيوان او الحيوان ده هو حصل له خاف اثناء عملية الحلب فانه بتسبب في افراز هرمون الادرنالين هذا الهرمون المصبت لافراز هرمون الاكسوتوسن الى الضرع كما انه بيمنع ايضا افراز هذا الهرمون من الغدة النخمية مما يؤدي في اللحظة دية الى ظاهرة رافع البقرة لبنها يبقى انا لو جيت انا افسر اقول عملية در اللبن بشوف بلاحظ معاي انا عملت تنبيه للمستقبلات عن طريق لمس الدرع ثم حصل تأثير على الحبل الشوكي بيرسل نبضات عصبية الى المخ المخ بيرسل نبضات الى الغدة النخمية عشان يفرز هرمون الاكسوتوسن ثم بيكون افراز هرمون الاكسوتوسن اللي هو مسؤول عن انتاج الحيوان من لبن او مسؤول عن عملية الحلب بالنسبة لهذا الحيوان يبقى انا في عندي طرق تلك نقطة تي عندي در اللبن وافراز اللبن عملية در اللبن هي عملية فسيولوجية يتحكم فيها هذا الحيوان لكن عن طريق هرمون الاكسوتوسي لكن افراز اللبن عملية فسيولوجية هرمونية لا يستطيع او لا يتحكم هذا الحيوان في افراز انتاج اللبن ان شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن طرق الحلب سواء كانت حلب يدوي او حلب طبيعي بكده نقول وصلنا الى نهاية هذه الحلقة على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة اتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته